الحديث عن المؤتمر من المؤتمرين حديث عاطفي لجميعكم لا تزالون تقرؤون الصورة بالطريقة كما لو أن علي عبدالله صالح لا يزال رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام هناك من يعتقد أن المؤتمرين عالقين في الماضي لم تستوعبوا أن المؤتمر لديه كوادر متماسكة لكن لديه قيادة متقطعة المؤتمر الشعبي العام كان حزب الدولة كان أهم وأكبر حزب في اليمن اليوم الحزب تناهشته الصراعات والمصالح والدول فعلى أي أساس لا تزال ترى المؤتمر مهم وقوي ورقم صعب صحيح المؤتمر لم يعد الحزب الحاكم ولم يعد مسيطرة على كل مفاصلة الدولة والسلطة رغم أنه كان شريكا أساسيا لكل القوى السياسية حتى في فترة حكمه وأيضا السلطة لها وجاهتها ولها أيضا جاذبية تتجاه استقطاب القيادات والكوادر لكن المؤتمر ما زال الحزب الأكبر والأكثر قوى وتماسك يعني يكفي أن تعرف بأنه بالرغم من الأحداث التي تمت من 2011 حتى الآن قياسا حتى على مستوى الوطن العربي ما زال المؤتمر موجود ولم يستطيعوا اشتثاثه وظل متماسك وصلب وصامض المؤتمر يملك تجربة وخبرة في إدارة الدولة لمدة 33 عام بالشراكة مع كل القوى السياسية ويملك كفاءات المؤتمر يملك قاعدة ما زالت منتشرة على مستوى اليمن في كل اليمن وممكن لا يوجد حزب لا يمكن الإصلاح ويعني بعض الأحزاب التي لها امتداد ولها تواجد ولها حضور ليس حزب مناطقي ليس حزب فئوي يملك مشاريع وطنية أيضا قيادته لها تاريخ كبير وتحضى بمحبة الجماهير كل هذا يؤدي إلى أن المؤتمر ما زال يعول عليه من كثير من الإدارات بما فيها حتى القوى التي قامت عليه في 2011 والقوى التي تراهن على أن الذي يستطيع أن يقوم ويقدم برنامج وطني جامع لعادة اليمن إلى السكة الصحيحة هو المؤتمر الشعبي العام اشتركوا في القناة